أهلا بكم منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير العام الماضي يمضي النفط الروسي في رحلة ما بين تحديد سقف سعري وحضر مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا لاستيراده ومنع روسيا من جانب آخر تصديره إلى الدول التي فرضت عقوبات عليها في العرض التالي نتابع تحركات أسعار النفط منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا في ديسمبر الماضي ارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10 ملايين وتسعمائة وعشرين ألف برميل يوميا هذا في نوفمبر من عام 2022 كان 10 ملايين وتسعمائة ألف كانت هذه البيانات بناء على ما صدر من هيئة الإحصاءات الاتحادية الروسية وبلغ إنتاج النفط ومكثفات الغاز نحو 46 مليون طن في ديسمبر بينما ارتفع الإنتاج إلى 534 مليون طن في العام نفسه وهذا يعادل نسبة 2.10% ليصل إلى الرقم الذي أشرنا إليه 534 مليون طن لكن ماذا عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في روسيا؟ تراجع الإنتاج إلى مليونين وثمانمائة ألف طن في ديسمبر الماضي وهذا يعني تراجع بنسبة 4.18% على أساس سنوي لكنه ارتفع بـ 14% في نوفمبر من عام 2022 وعلى مدى العام بأكمله وصل إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 32 مليون وخمسمائة ألف طن أي بزيادة 18% مقارنة بعام 2021 بالنسبة لعام 2022 تراجع إنتاج الغاز الطبيعي الروسي بـ 13.14% ليسجل نحو 573 مليار متر مكعب بعض الدول الغربية فرضت سقفا سعريا على الخام الروسي أما الحكومة الروسية في المقابل حضرت في 30 من ديسمبر عام 2022 على مصدر النفط المحليين وهيئة الجمارك التقيد بهذا السقف نشير إلى أن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا كانت كلها اتفقت في الخامس من ديسمبر الماضي على حظر استخدام التأمين البحري الذي يقدمه الغرب والتمويل والسمسرة للنفط الروسي المنقول بحرا والذي يزيد سعره عن 60 دولارا للبرميل بوصفه جزءا من العقوبات الغربية على موسكو إذا تحدثنا عن الموازنة الفيدرالية لروسيا اعتمدت سعر معين لخام الأورال هذا المتوسط هو 70 دولار و 10 سنتات للبرميل لكن المفوضية الأوروبية من جانبها اقترحت أن يطبق الاتحاد الأوروبي بداية من اليوم الموافق الخامس من فبراير سقفا سعريا قدره 100 دولار للبرميل على المنتجات النفطية الروسية المتميزة مثل الديزل و 45 دولارا على المنتجات الأخرى مثل زيت الوقود إذن مشاهدين كان هذا عرضا سريعا عن رحلة تحرقات أسعار النفط والغاز الروسي منذ بداية الأزمة الروسية